السلام عليكم ورحمة الله حابيت نحكي معكم اليوم بعد غياب طويل حول موضوعها مهم جدا كما تعرفوا هو الانتخابات الرئاسية تونس اليوم في فترة حساسة جدا وفي مفترق طريق صحيح تحقت بعض المطالب الشعبية كما حلنا البرلمان والمحاسبة والإيقافات وغيره ولكن مزال تريق طويلة المحاكمات ما تمتش عديد الملفات الثقيلة والاختيرة مزال موصلنا لهاش كما ملف المهاجرين لفارقة غير شرعيين متحلش ثروات طبيعية والتشغيل والبطالة والقدرة الشرعية متاع المواطن وغيرها من الأمور اللي ما زالت ما تحسنتش خلينا نقوله في كلمة واحدة التونس اليوم ما هونش راضي على وضعية اللي وصلت لها لتونس اللي وصلت لها بلاده وهذا بطبيعة الحال يطلب المزيد من الوقت والمزيد من العمل وانا كي قلت ملون تونس في مفترق طريق وفي وضعية حساسة يعني تونس في نص الطريق وهذا يقتضي منا أنه الإنسان اللي بدي الخدمة وصل لنص الطريق يجب هو يكملها ما يلزم برشة برشة تكاية معناها فقط بالعقل كيتخممها ما نجموش نجيوه في نص الطريق ونوقفه ونبدله وما نجموش نخاطره ونجيبه إنسان جديد ويطلع على مرد الله جربناهم الكل وطلعوا ويخدموا بعضهم عصابات ولوبيات مربوطين ببعضها اللي نتوصموا فيه الخير يطلع على مرد الله ولدي المصلحة الوطنية تقتضي بكل بساتة أن نواصلوا مع الأستاذ قيس سعيد هذا ما يعنيش أنه نعطيه السك على بياض ما يعنيش أنه ما ننقضوش وأنتو ما تعرفوا هنا ننقض ونشوفوا حاجة غلطة ما نسكتوش ولكن يجب أن نواصلوا مع الأستاذ قيس سعيد ونطالبوه بالتغيير ونطالبوه بالأسلاح ونضغطو وننقضو ونعبر على غضبنا كتصير غلطة ولا نصير حاجة ولكن نواصلوا مع الإنسان هذا لأنه رغم النقاص ورغم الأخطاء اللي صارت ورغم العيوب يبقى إنسان نظيف وما عندنا حتى شك في حبه للتونس وفي وطنية متاعه وفي خوفه على البددية وعلى مصلحتها ولذلك ومن غير إطالة نواصلوا بحول الله مع الأستاذ قيس سعيد في الانتخابات الجاية ويلزم تكون نسبة المشاركة في الانتخابات عالية ويلزم تكون نسبة انتخاب الرئيس عالية وعالية جدا بش تكون عنده شرعية قوية في الداخله في الخارج ويواصل العمل اللي يبدأ فيه وهكاكا نحن نضغطو ونضربوه ونطالبوه بالإسلاحات وبإسلاح الأخطاء اللي صارت وبفتحان الملفات اللي ما تفتحدش وبمعناها النهوض بتونس خلينا نقوله أو على أقل إخراج تونس من الورطة اللي هي فيها ومن الوضعية الصعيبة ومن الأزمة اللي هي فيها وتمنع بلادنا وتوصل لبر الأمان وهذا يظهر لي من اختلفوه شفيه اثنين كنا في آخر الأمر مختلافنا همنا الوحيد هو مصلحة تونس وشعبها والأمل في أنه يجي نهار ورأوا بلادنا زينة البلدان ووالي ده من غير ما نطول عليكم وطولت يجب انتخاب الرئيس قاية السعيد في الانتخاب التي جاء بكثافة وبعداد كبيرة إن شاء الله أنا ما عملتش حملات انتخابية سابقة ومش بش نعمل حملة انتخابية حبيت فقط كم وقت نعطي رايي في وقت صعيب كيف هذا ونوضح وجهة النظر متاعي عديد اللي خيان بحثوا لي رسائل شرايك 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 هذا هو رايي ما نجمش نكون رايي حاجة أخرى وما نجمش نقبل بالرجوع إلى الوراء ثم أخطاء نصلحوها مع بعضنا ثم غلاط نصلحوها مع بعضنا ثم مطالب نطالبوا بها مع بعضنا ولكن نقدموا وما نرجعوش بالتوالي واللي فاتمات ونتويوا الصفحة صفحة العشرية السوداء صفحة الخراب والإرهاب والسرقة والنهب صفحة الإجرام واللوبيات والعصابات يجبها نتويوها إلى الأبد وتعيش تونس وتقدم تونس القدام ونشوفوا بلادنا حرة أبيا مزدهرة ونشوفوا تونس بخير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة